اخدتها في كيسة ولكني بهرر بمخدرات كنت خلاص سيكة وهدوس خركت عالسلم يا صديقي كده في الخباسة يعني حتى الناس اللي بيحقنوا في الجمات بيبقوا في المستخبس كده احنا بنعمل حاجة غلط اذا المنشطات غلط حرامي ما انا حرامي يعني شغلة حرامية ما بتبقاش في الخباسة ليه تاخد الجرعة بتاعتك او الحقنة بتاعتك وتدخل مع المدرب بتاعك لما اخذ الحمام او ورا السطارة هل الاهالي ما يعرفهم لا ما يعرفش ما يعرفهم كلها اللي انت بتعمل حاجة غلط صح ولا لا اذا كان انا مش اسمح له بالغلط سلام عليكم شباب فيديو جديد طبعا وحلقة جديدة ان شاء الله من سلسلة المنشطات لقهوة نفخ المنشطات يعني الجانب السلبي وان شاء الله مش هخرج من السلسلة دي ان شاء الله ان شاء الله الا لما خلي ناس كتيرة بامرك يا ربي طبعا بمساعدتك اللي انت تعمل شير عشان نوعي الشباب وان شاء الله يكون لي الجزيل الشكر ان شاء الله والجزاء ان شاء الله من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب هي قهوة فبالتالي تروح تعمل قهوة تروح تعمل شاي تجيب في شار زي ما بقولك اعمل ايوتا حاجة طيب نقول بسم الله والله الله ربي لا اشرك بيشيان حلقة النهاردة متجزاء ان شاء الله لثلاث اجزاء الجزء الاولاني الا وهو الاباء الاباء والامهات والزوجات والعيلة وعيلة العيلة وايا كان مقابل واحد بياخد منشطات اللي هو كنت انا وانا مسؤول على الكلام اللي انا بقوله وعلي انا مش علي حد تاني عشان فيش حد بس ايه يقعد يقول انت بتلقح ولا متلقحش انا بكلمك على تجربة الشخصية والنقطة التانية اللي هو اه الا وهو حرامية المنشطات ايه عمي متحة حرامية دي بص خلينا بس نمسكها في البداية وان شاء الله في السريع بس الامر ده مهم جدا جدا وده اللي انا اكتشفته الفترة الاخيرة الا وهو الحمد لله الشكر اللي انا بقالي هو 8 سنين او 9 سنين 8 سنين بحلل في لعبة كمان الاجسام وحمد لله اعرف لعيبة كتير محترفين كتير جدا اي حد في اي لاعب الحمد لله الشكر اللي في الوطن العربي محترف وكمان برا الوطن عربي او هاوي كمان اه وكله طبعا فوق راسي النقطة اللي عاوزين نتكلم فيها طبعا اما انا باتكلم على اللعيبة عشان كده بقى حطتلك او فرشتلك فرشة معينة الا وهو ليه بقولك انا بحلل بالي سنين الحمد لله شكر الله وبعمل فيديوهات ولما بعمل فيديوهات باتكلم على لعيبة وباتكلم على لعيبة بامدح لعيبة بامدح لعيبة بعمل فيديوهات تحفيزية للعيبة زي ما احنا شفنا في قناة الاستية او قناة السون النقطة المهمة جدا الا وهو العيلة بتاعة اللاعب او الاب او الام من كزا لعب اكتشفت الفترة اللي فاتت انا كنت شفت الموضوع ده يعني من فترة كبيرة من كزا سنة بس لقيته ماشاء الله زاد الفترة الاخيرة اله هو الاباء والامهات طبعا عشان انا بمدح اللعيبة فبالتالي اللي هو بيكونوا فرحانين طبعا لطرجة واحدة قاعدة تدعيلي تمام طبعا ام اه للعب محترم وقاعدت تدعيلي والكلام ده كله فانا قلت بقى لأ تاكده بدأت اركز بقى لقيت كزا حد بيتبعني من عائلاتهم والكلام ده وهم اساسا مش لعبت كمان اجسام خصوصا الى بقى والامهات ليه لاني ده الموضوع المتعلق به بقى عشان كده بقولك حرامية المناشطات الا وهو انا عاوز اوعي بس الابهات والامهات لان انا اب الناس اللي ماعرفوش اه انفصلت بقى لسنين والكلام ده بس ما زلت الحمد لله شكر الله معي عمر الله يحفظه ست سنين النقطة بقى اللي عاوز اتكلم فيها اللي هو مش عاوز اقول بيتضحك عليهم حتى اهلي خلي بالك والدي عامل اشتراك في القناة بس اول واحد عنده او كبير في السن شوية او مخلف بس ما زال الواحد طبعا بيكن كل الاحترام لولده بيخاف من والده كاحترام انا مش عارف جيل دلوقتي الموضوع مختلف كلها انا ربنا يا ربي يهدينا وهدي الجميع نرجع لمرجوعنا الا وهو الناس بياخدوا من نشطات اللعيبة بياخدوا من نشطات كهو محترفين او غير محترفين ولا بنزله عن مصرح بس بياخدوا من نشطات فبالتالي هل الاباء والامهات والزوجات عارفين او الاهل او صحابك في الشغل عارفين لأ طب لأ ليه دي بقى نمسك هنا مربط الفرس زي ما بيقولوا لأ ليه علشان احنا بنعمل حاجة غلط او انا كنت بعمل حاجة غلط وهو قولك انا كنت بعمل ايه ولسا نميتها حرامية من نشطات انا بتكلم على نفسي بتكلم على نفسي بس هكنعك بحبة امور الاهالي فاكرين المستويات وانا ببطأ اهو المستويات اللي ولادهم انا بفتنش اوه بس انا خايف عليهم فاكرين المستويات دي بتيجي كده من التمرين ومن الاكل لان بيشوفوا ازواجهم او ولادهم بيأكلوا ماشو الله كتير فبالتالي وده على فكرة اهل اتقال سوشال ميديا عموما من كزا امي كده بس مش اقول اي اسماء فاكرين طبعا من الاكل والتحضير والكلام ده كله الشخص اللي هو بيأكل اللي بيروح الجيم الكلام ده كله الباكتج اللي بيحضرها دي كلها من الاكل والجيم او الاكتهاد في الجيم وده مع كامل احترامنا واللناس بيتابعوني الابقات والامهات وانا بفتن اه الكلام ده اما غلط اوما بيأخذوا منشطات بيأخذوا مواد تودي الواحد في دهية انا بكلم وبفتن على نفسي قبل اي حد انا بقول الله يحفظه والدي اول مرة يعرف اهو بقى لي سنين اهو قطعت منشطاته الحمد لله بس ممكن يتفاجئ اهو طبعا مش هو الواحد وده اسورتي كلها لان انا طبعا ما قلتش لحد ولا اللي بيأخذوا منشطات بيقولوا لحد صحة ولا لا ما بيقولوش وما بيقولوا بيكونوا قليلين اللي هو بقول لك ايه زي اللي بيشرب كده السجار في الاول بيقعد يخبي اه عن ابو وامه مش عارف ايه مرة واحدة كده بتدب خلاص انا كبرت ما فيش حد ليه كلمة علي والكلام اللي بتقل ده واحنا عارفين والله يهدينا ويهدي الجميع وبعدين خلاص بتبقى امر واقع هو ده اللي بيحصل برضو في المنشطات ليه لان احنا بنعمل الغلط تمام واحد صحبي حكالي اللي واحد صحبه ومدرب تمام طبعا كان بياخد منشطات او خد كرسات منشطات بالهبل وماشاء الله تريله ماشاء الله هو دلوقتي الموضوع اختلف كليا 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 انت لو شفته هتقول ولا عمرو خد منشطات بس انت لو شفته في الاول ودلوقتي حاجة تانية انا عرفه يعني مش عاوز اقول عشان ما يبقاش دل عليه عشان ما يكونش بس فيه زعل والكلام ده قال له وهو اه اتقافش اتقافش ابوه افشو ابوه افشو مع انه كبير في السن او مدرب اللي هو معه كمية حقن بلها بل في الدولاب بتاعه مع طبعا الحاجات لانه هو مدرب فكان واخد منها جزء التجارة والكلام ده كله فاتقافش لدرجة اما عرفت وصاحبي ده جي قال لي لان ده عرفه اللي هو ابوه بيزعق له بيقول له واحنا اللي فاكرين احنا اللي مستغربين اللي انت بتزيد بالطريقة المجنونة ديت والاكل اللي عملت حفه والكلام ده كله لانه هو تخدع الراجل طبعا بيزعيه والكلام ده مش عاوز ادخل في تفاصيل بس عشان ما يكونش الشخص بتفرج عليها ويعرف انا بتكلم عليه بس خلاص يا صديقي انت تقافش فطبعا كمية حقا رهيبة ومهم الدولات بتاعه كان كله طبعا منشطات والكلام ده طيب الحاجات دي مستخبية اه مستخبية من الاهالي فالاهالي عاوز اقول لكم المكملات تمامت تمام ما فيش اي مشكلة منها عشان انا عارف الناس كتيرة في الوطن عربي من الاهالي طبعا خايفين على ولادهم فاكرين المكملات مضرة المكملات بعيد كل البعض عن منشطات انا بتكلم دلوقتي عن منشطات ودي طريق موضوع مختلف وحقا والكلام ده كله تمام ببساطة جدا دي حقا بياخدوا حقا بياخدوا حقا حيوانات يعني الحيوانات بياخدوها في حاجات ايه في حاجات مخصصة وبجرعات والكلام ده كله تمام تمام خلينا بس فالتانين في البداية الجزء التاني بقى له هو يا متحة ليه انت مسميها او انا حرامي كماتحة حرامي منشطات لي يا صديقي لانا كنت ساعتها تجوزت تمام وكنت ساعتها في زيارة عند بيت والدي وطبعا قاعد وكل حاجة الشخص اللي هيجيب lapling المنشطات عارف بيت والدي مش عارف بيتي تمام فبالتالي هيسلملي المنشطات فين في كيس في كيس اسود تمام عند من عند والدي عشان انا كنت ساعت عند والدي فهو بالتالي كيشته اداني الامور بتاعت المنشطات او الكورس كله بتاع المنشطات اللي كان تلات حاجات عموما فخرجت عالسلم يا صديقي كده في الخباسة في الخباسة ليه؟ عشان احنا بنعمل حاجة غلط وعارفين المنشطات غلط تمام فخدتها في كيسة ولكني بهرب مخدرات فدخلت طبعا خبتها ودخلت حطتها في الشنطة بتاعتي والكلام ده ليه؟ عشان احنا بنعمل حاجة غلط طيب لو احنا بصنا صديقي كده في اي رياضة تانية هل الموضوع ده بيمشي كده؟ هل اي رياضي اي رياضي بيعمل كده؟ ليه؟ عشان احنا غلط يعني حتى الناس اللي بيحقنوا في الجمات بيبقوا في المستخبص كده مستخبيين اللي هو احنا صح؟ صح حتى لو بتاخد في صيدلية حتى لو بتاخد في ايوتها مكان وانت بتاخد منشطات ما بتزهرش قدام الناس اللي انت بتاخد منشطات الا بقى اللي هو في ناس الفقدة اللي انا بقولك الفقدة كده بس عموما الكونسبت او المفهوم في الاول والاخير احنا بنعمل حاجة غلط اذا المنشطات غلط ليه جزء النهاردة ليه بقولك حرامي ما انا حرامي شغلة حرامية يعني اللي انا استلم البضاعة من الاخر عاستلم عنها يعني تلات حاجات عادي تمام؟ بس انت لو بصت لأي تاجر هل فيه تاجر بيعرض كده قدام الامور اللي انا معاها وسطة والكلام ده كفي الغرب على فكرة والوطن العربي ده حتى نيسن نيسن دياشة مقفوش ب لانه عنده جيم وكده وتقفش وتحكم عليه او مش هتحكم عليه راح قضية ودع عليه مسترولينبي لو تفتكروا 2019 ربي او 2020 ما عرفش يسافر عشان كان عنده قضية قضية اتجار في المنشطات شوف اي لاعب هتلاقي ايه هتلاقي برضو بيتكلمه في حتة اللي هو في الخباسة الحاجات دي ما باخدوهاش في العلني الا بعض الدول المتساهلة مش عاوز اقول لك فلبين بقى او تايلند او حاجات زي كده بس فيه دول اللي هو بيكون عادي يعني على مرمى البصر ما فيش اي مشكلة او بيكونوا موجودين على مواقع ما فيش اي مشكلة والدول اغلبها اللي هو الموضوع مش مقنن ليه لان الحاجات دي تبية تبية هي معمولة للتب تمام والناس اللي عندهم عافان الله اياكم مشاكل وآه برضو معمول للكلام ده ومنهم انا اتكلمت على حتة انا قلت لك متوقع بنسبة كبيرة علشان طبعا حتة اللي هو النمو بتاعه كان ضعيف فاخد وده عادي ليه لانه تحت اشراف طبيب والحاجة دي معلومة معمولة للامور دي تمام فبالتالي لما انت بتاخد مناشطات او اي لعب حتى ما بيقدروش يتكلموا على السوشال ميديا اللي هما بياخدوا مناشطات ليه الامور دي كلها الباكتج دي كلها ايه كلها اللي انت بتعمل حاجة غلط صح ولا لأ مفيش رياضة دي انت لو رياضي في اي رياضة لو انت كورة يعني عندك مهارات بتطلع بيها لو عندك مش عارف في ايه في اي رياضة بتطلع بيها بتقول بالفم مش بتقول دي انت بتفعل بالفم المليان والجسم المليان الجسم الرياضي الجميل تعمل بيه في الرياضة اللي انت بتمرسها تعمل بيها ريكوردات او بتعمل اه حاجات يعني عظيمة وانجازات او بتلعب لنفسك بس هل في الخباسة ما بتبقاش في الخباسة ليه عشان فين اللي بياخدوا مناشطات عارفين اللي انا كنت منهم طبعا ها دي بقى قسة قهوة مناشطات خلي بالك ده بوتكست انا نسيت اقول والقهوات على رجلي ماشي الحمد لله اه اللي ده احنا بنتكلم كده اكيد انها قهوة قهوة صحافة هتلاقي الفيديو طول مفيش اي مشكلة بس الامور مهمة جدا لازم نعرف الصحة من الغلط تمام انت لما تاخد مناشطات او تاخد الجرعة بتاعتك او الحقنة بتاعتك وتدخل مع المدرب بتاعتك لمؤاخذ الحمام او ورا السطارة في الجيم اللي هو عادي يعني اللي هو اللوكرز والكلام ده فتاخدها مش قدام الناس لان انت بتعمل الحاجة غلط وكل حاجة بتعمل غلط ما تقدرش تظهر الكلام ده عشان انت بتعمل حاجة غلط هل الاهالي ما يعرفهم لا ما يعرفوش ما يعرفوش طيب ربان يا رب يحفظنا جميعا فده اللي حبيت اقوله في حتة الاهالي اللي هم ما يعرفوش ايوتها حاجة ابنك ما بيعملش الانجاز ده بالاكل ولا الجيم وكم وكمل قدامك تمام فبياخد جرعات وحافظ على ابنك انا لو ابني وبصوا بصوا كده الاب ده فرحان بابنه ومش عارف ايه والكلام ده هو كان لعب كمال اجسام تمام وفرحان بابنه ومش عارف ايه بس هل ده كده بيحبو لا ليه لا لا اعميمتها لان ما بيحبوش بص اللي بيحب شخص اوي مش ما بتكلمش على ده انا مش عاوز اجيب بس اه حاجات او نمازج عربية تمام ولكن اللي بيحب الشخص انا مثلا اهو قديك مثال ابني انا جربت المنشطات او عارف المنشطات من قبل ما اجربها اللي هي غلط انا عارف لها غلط بس الصراح ما كنتش اتوقع بالغباء ده تمام اه اكيد عمر عمره ما تدي له منشطات ولا عمر اقبل ولا عمر اقبل حتى لو كبير شحط طبعا لاني مش ياخد منشطات لما يكون شحط اللي هو انا كنت كده يعني فهل انا قبل لا عشان انا خايف على ابني عشان عارف الدرر بي فانا السراحة مستعجب من برضو ابو اه او ابن اللي هو هانتر مستعجب من يعني ناس كتيرة وعارفين درر المنشطات وبيدوها لولادهم وده ده مش فخر الصراحة دي حاجة مش فخر ودي بقى النقطة اللي تدينا الجزء التالت من حلقة النهاردة لا وهو هل لعبت كمان اجسام وقف عن مصرح فخر انا شايف مش فخر بمعنى الكلمة لما انا اتحمست اوي سنة عشرين عشرين يا جدعان عشان لعيبة عرب علشان اه لعيبة انا بقى اعترف اهو ممكن او مرة او كل حاجة انا او مرة وقالها الصراحة اه اللي حمسوني ايه ده انا عايز انزل عن مصرح وعاوز اقول لك والله يا جدعان مش هقول لك انها مكنت بقى مناشطات لان الحمد لله لا ده طبيعي ودي النقطة بقى اللي هتكلم فيها بعد كده اللي انا عملت المستوى ده طبيعي والصورة اه اللي ناس كتيرة ومنهم بيجرومي مدحني فيها والكلام ده بس النقطة اللي عاوزة والهلك بقى الا وهو اتحمست فلما قلت يا جدعان الواحد ممكن يجرب اللي هو ينزل بطولات فناس كتيرة اللي هي اتحمست عندي ارجع لسنة عشرين عشرين وانت هتعرف النقطة اللي عاوزين يتكلم فيها اللي لما انا قلت كده والله يا جدعان جالي في ثواني اللي هو حلقة بقول كده الواحد ممكن يتجرب جالي لتلات مدربين تمام ومنهم مدربين كبار مدرب التلات الصراحة ما كنتش عارفهم مع كمان احترامنا يعني اه فاللي هو تمام تحت امرك حاوز تلعب او تنزل بطولات تمام طب يا مدحة انت مين يعني عشان واحد يقول او انت تقول الجملة دي من تمشو خبالك من حاجة الحمد لله وشكرا لانا ليا اسمي في الوطن العربي والناس عارف الكلام ده زائد لو انا مليش اسمي بس الحمد لله ليا جمهور تمام انا بقولك لو مليش اسم بس الحمد لله ده ده فليه جمهور فتسويق صديقي ببلاش ومكملات ومش عارف ايه شاكر لي جدا والله تقريبا من مغرب وانا يعني بعث لي كمان يعني خد طولي ووزني والكلام ده وانا كنت فعلا هدوس كنت خلاص سيكة وهدوس لدرجة اتراجعت حتى ما كملتش معا ودي يعني مش عاوز اقولك اللي تزوق مني بس اللي هو ما كنتش اقدر افهمه لا لا مع انه مجدنش جرعات ممشطات والكلام ده شخص تاني بقى من اشهر المدربين في الوطن العربي برضو حصل تواصل وكان خلاص الحاجة هتجيلي ببلاش مش اقولك الحاجة ببلاش اقولك التدريب ببلاش وانتو عارفين لو الناس اللي عاوزين يحترفوا اسم الموضوع صعب ومكلف مش اقولك صعب بس ده مكلف كمان ده مكلف يعني من كل النواحي والحاجة دي بالنسبة لي كانت هتبقى ببلاش ليه عشان مجرد انا باتمرن مع المدرب كذا اسم فايدة مع فايدة فاهمني فده تسويق انا بكلمك عشان فيه بعض الناس يعملت حد انت مين ومش عارف ايه عاوز اقولك اكسم بالله فيه لعيبة كبيرة في الوطن العربي بلعبه اولمبيا عرضوا علي اي حاجة انت عاوز لمجرد اللي انا قلت اللي انا الواحد ممكن يجرب تمام فاتعرض علي الكلام ده فالحمد الله شكر الله الواحد لقى دلالات دلالات يعني الحمد لله واحد اثنين ثلاثة وده من من فضل ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا انا بقولك ربنا بيديك علامات في حياتك وعلامات وبالنجم هم يهتدون فانت في كل حاجة تركز فيها كل حاجة في حياتك هي دلالة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني قرب منه هيديه فنقطة مهمة جدا عشان ما طولش بس اللي انت دلالات من ربنا سبحانه وتعالى بس اللي يتفكر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اللي يتفكر واللي يعقلها ربنا بيوريك فانت عقلها من ضمن الحاجات بقى ودي اللي عاوز أتكلم فيها في حلقة هل وهو هل أنا الصراحة كنت عايزة أنزل عن مصرح عشان ابني يكون فخور باي بس عمر الله يحفظ ابني كان هيبقى فخور بي مثلا وانا نازل عن مصرح عاد تفكر كده هل هيكون فخور بي على ايه اللي أنا عملت عضلات وبعدين وقفت من نشطات بعد كام سنة فشيت هل هيكون فخور بي كده ولا عملت حاجة تانية ولا أقدر أعمل حاجات كتيرة في حياتي من غير المطلع عن مصرح ليه علشان فيها جزء مش عارف فيه ممكن في بعض الناس الكتير أو اللي بتفرجوا علي لسه ربنا ما رزقهمش أو ما تجوزوش زي حالات أنا معي وخلي بالك بس الحمد لله يعني ربنا أنا معي بالجواز في الأول الحمد لله شكرا على كل شيء ما استمرش بس معي الحمد لله ابني فالواحد ما يكون أب الموضوع بيختلف كليا هنرجع لمرجوعنا هل هيكون فخور بي زي الأبهات والأمهات اللي هما متابعيني أو عمليني الفول عن الإسجرام أو 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 علشان فرحنين بولادهم أنا شايفها بقى العكس ألا بتاع العكس ما أنا شفت المنشطات وطريقة الغلط فبصت للعكس ابني أكينه هو اللي بيبص على أبوه مدحة أو مدكس هل هيكون فخور بي وأنا بعمل الغلط إذا كان أنا مش هسمح له بالغلط أنا مش هسمح لعمر يبقى غلط فغلط ولكن ده اللي حبيت أقوله بس للناس والأهالي ربنا ربي يحفظني ويحفظكم وإن شاء الله يبعدني ويبعدكم عن المنشطات خلي بالك كان إسلام الناس اللي معرفوش أخوي إسلام اللي هو صاحب كناة سامكس وصاحب كناة إنجليزي شوارع من الأفلام وإنجليزي شوارع مع سامكس كان هي خل منشطات وقت معايا سنة عشرين عشرين ما تحفزنا بقى ومستر وليمبي مش عارف ايه والكلام ده بعد ما أنا رجعت نفسي هو صغر مني على فكرة بخمس سنين فبعد ما رجعت نفسي وهو كان شافني اللي بقى ده الوحيد اللي كان عارف اللي أنا باخد منشطات هو وزوجتي تمام وإه لأ فأقنعته ألف الألف الراجل اقتنع لأنه ما جربش تمام بس حكيتله بقى زي ما أنا بحكي لكم دلوقتي يمكن أنتوا هتاخدوا أكتر بكتير من اللي أخد بس هو اقتنع على طول ما شاء الله اكتب لي بقى رأيك تحت في الكومنتات هل اقتنعت ولا لسه شوية فما تنساش بقى تحط لايك اعمل شلل الحلقة ربنا يا ربي ان شاء الله يبعدنا على كل شر ويحفظنا وينصرنا نصر عزيز المكتدر والله الله ربي لو أشرك بيه شاء السلام عليكم شباب